بتكليف من رئيسي الجمهورية شرع اليوم وزير الشؤونية الخارجية صبر بقدوم في زيارة عمل إلى النيجر تدوم يوما واحدا قادما من العاصمة المالية باماكو وذلك في إطار تعزيزية العلاقات الثنائية والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك هذا وقام أمس وزير الشؤونية الخارجية صبر بقدوم بزيارة عمل دامت يوما واحدا للعاصمة المالية باماكو الزيارة التي تعد ثانية من نوعها في ظرف شهر واحد تندرج في إطار العلاقات الأخوية والصداقة التي تربط الجزائر بمالي مفدو التلفزيون لباماكو حمزة أحمد بالقسة جنبا إلى جنب تقف الجزائر مع مالي وشعبها الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية ومرافقته للخروج منها وزير الخارجية صبر بقدوم الذي حل في مالي في زيارة عمل بتكلف من رئيس الجمهورية تحادث مع رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي حيث قدم رؤى الجزائر لإيجاد مخراج للأزمة مؤكدا على أن قناعة الجزائر تكمن في الحوار والحل السلمي بتكلف من سيد رئيس الجمهورية عبد المجد تابون قمت بهذه الزيارة الثانية في أقل من شهر إلى باماكو وقد حضيت باستقبال حميم من جميع الأطراف المالية من المجلس ومن كل القوى السياسية كما رأيته اليوم بلغنا أفكار الجزائر فيما يخص المرحلة الحالية الخاصة التي تعيشها مر بها مالي ونتكلم بكل صراحة وبكل أخوة مع كل الشركاء الماليين وقد كان يصغى جيد فيما تقوم به الجزائر وفيما واحترام كبير للجزائر إن شاء الله هذا سيستأنفه والرؤية الجزائرية نعم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي برئاسة أسيمي جواتا أبدت امتنانها لهذه الزيارة الثانية لوزيري الخارجية والجهود الجزائرية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد المجد تابون لإيجاد آليات وسبل لإرساء الأمن والسلام بمالي السيد الوزير جاء إلى مالي برسالة من رئيس الجمهورية الجزائرية البلد استديق والجار لمالي وكان دائما سند لنا في الأوقات الصعبة ولا يزال هذه الزيارة الثانية في أقل من شهر يقوم بها وزير الشؤون الخارجية الجزائرية إلى مالي مهمته الأساسية هي معرفة مستجدات الوضع الراهن في مالي لقد تبدلنا الرؤى حول هذا الموضوع وكذلك تبحثنا اتفاق السلام المبثق عن مصاري الجزائر المتمسكين به وبالجزائر عربت هذا الاتفاق إلى جانب الطرف المالي تطرقنا أيضا إلى ملف مكافحة الإرهاب هذا وتلتزم الجزائر بمرافقة الشعب المالي في مصاريه السلمي لخروجه من الأزمة وذلك تنفيذا لاتفاق السلمي بمالي المنبثق عن مصاري الجزائر زيارة وزير أشؤون الخارجية صبر بوقدوم إلى مالي حملت معها أكثر من دلالة تضامن الجزائر المطلق مع الشعب المالي التزام واستعداد الجزائر لمرافقة مالي في ظل هذه الظروف الاستثنائية وكذا اعتبار الحل السلمي هو المصاري الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق حمزة أحمد بالقسام للتلفزيون الجزائري من العاصمة المالية باماكو